السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس اسلام عبدالنبي من مكتب الجيزة الهندسي للبناء العنوان بتاعنا شارع المحطة الرئيسي في الجيزة صفحة الفيسبوك بتاعتنا التصالح ومخالفات البناء شرطة مكتب الجيزة الهندسي للبناء هتلاقوا لينك الصفحة ان شاء الله موجود في الفيديو في اسفل الفيديو تحت واتمنى طبعا تنضم للصفحة وحتلاقوا عليها كل جديد ان شاء الله يخص القانون هنكمل مع بعض سلسلة قانون التصالح ومخالفات البناء اللايحة المعدلة كنا بدأنا مع حضراتكم بالتفصيل من الاول خالص ايه اللايحة والتعادلات الجديدة ازاي نحسب بالرسوم بتاعت الحكومة اللي ندفع للحكومة مقابلة التصالح بالتفصيل وازاي ايه هي رسوم من نقابة المهندسين بالتفصيل الجزء ده هنتكلم فيه الطريقة النهائية اخر الكلام يعني في القصة ازاي اعتمد التقليل السلامة انشائية ده هلا هاعتمدوا من النقابة ولا مش هاعتمدوا من النقابة القصة اللي فيها جدا لفترة اللي فاتي دي كلها هنوضحها بالتفصيل وفي اخر الفيديو هنتكلم كلمتين مهمين كده دردشة يعني الكلام ده اتمنى ان الناس كلها تسمعوا اللي في اخر الفيديو لان هما كلمتين مهمين جدا 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 وجهة نظر يعني اتمنى ان الناس كلها تسمعوا الجزء ده بشكل عام ده الجزء السادس في السلسلة يعني كل اللي فات ده احنا شرحنا زي بفضل الله دايما كنا اول ناس بنوضح اللي بي جديد اول باول وزي برضو معودناكم ان شاء الله هنبقى اي جديد ييجي بفترة اللي جاية دايما هتلاقي ان شاء الله فيديوهات بتوضح كل الكلام ان شاء الله. اه الفيديو ده اعداد مهندسين المكتب. المهندس اسلام عبدالنبي مهندس احمد عبداللطيف ومهندس يوسف محمد. اه دي ارقام التواصل بتاعتنا سواء على الواتساق او على الموبايل. اه نتمنى طبعا حضرتكم تتواصلوا معنا سواء على الصفحة او على التليفون. بنرد على كافة الاستفسارات من اي نوع. اه وطبعا احنا كمان كمكتب بنقوم بكافة الاجراءات المطلوبة للتصالح. الاجراءات الهندسية بالكامل. من تقارير السلامة. من اختبارات. من اه اختبار كربانة. يعني كل شيء. طبع رسمات معمارية. انشائية. نواة حسابية. كل الاجراءات المطلوبة لتقديم للتصالح. بمعسعار مناسبة جدا للجميع. نتمنى تتواصلوا معنا زي ما قلت. طيب. عاوزين بقى قبل من ايه من البداية خالص? القصة في البداية ان الفترة اللي فاتت طبعا الناس بكادش متابعة القصة من اولها يعني الجلل القائم بين حكومة ونقابة المهندسين كان فيه مشكلة على اعتماد التقرير وازاي نعتمده في الفترة اللي فاتت. القصة بدأت بايه? بدأت بصدور اللايحة تنفيذية معدلة باعتماد التقرير من المكتب الاستشاري او مهندس الاستشاري فقط دون اعتماد نقابة المهندسين. لاغت دور نقابة المهندسين تماما في اعتماد التقرير. وده عمل بلبلة وعمل مشاكل الفترة اللي فاتت ما بين النقابة وما بين الحكومة. طيب اللي حصل في الاول ان نقابة المهندسين سريعا كده. طبعا ردت بكزا حاجة. اول حاجة قالت ان القرار ده طبعا يسمح بالتزوير ومخالف للقانون ساعة افتس وعام اربعة وعشرين قانون تأسيس النقابات وقانون البناء من تأسيس النقابة وقانون البناء الموحد الوسطة افين وتماني. وردت برضو بتوجيه تحذيرات لبيانات للمكاتب الاستشارية ومهندسين الاستشاريين بالالتزام باعتماد التقريب من نقابة المهندسين طبقا لايحة النقابة وإلا هيتم توقيع جزاءات عليهم. وطبعا ما فيش اي مهندس او مكتب استشاري هيجازف انه يحصل بينه بين النقابة مشاكل بسبب يعني حاجة مؤقتة زي قانون التصالح. انه بيتعمل مع النقابة وكمان ردت برضو ان هما لغوا جزء من الرسوم بالاتفاق مع الحكومة للتخفيف. اللي هي ايه الجزء اللي اتلغى الرسوم الادارية ومصاريف الاعتماق. طبعا اللي مش عارف التفاصيل دي هيلاقيها في الفيديو اللي فات زي ما قلنا اللي هو في رسوم نقابة المهندسين بالتفصيل على الوضع الحالي المعدل القائم حاليا وبتم تنفيزه. وهتلاقوا ان شاء الله لينك الفيديو هحطه لكم في الفيديوهات من تحت اللي هو الفيديو اللي فات. طيب ده رد انقابته بوهندسين. المحليات طب انت ردت ايه? قالت يا جماعة احنا دلوقتي عايزين نمنع التزوير طب عشان نمنع التزوير ده الاستشاري بنفسه هيقوم باعتماد التقرير قدام اللجنة الفنيوية بتعاين. يعني حاليا اللجنة الفنية اللي جاية يتعاين المبنى بتاعك. عشان تحدد خبول التصالح ولا لا وتعاين عالطبيعة. ويتقرر كل يعني الاجراءات المطلوبة اللي هي بتتعمل او هتاخد القرار النهائي في القصة كلها. لازم الاستشاري يجي لها بنفسه. يبقى ساعة ما هي تكون موجودة قدام المبنى بتاعك يكون الاستشاري موجود. وهو بنفسه يشوفه بطاقته وشوفه ترخيصه من النقابة والكلام ده ويعتبدو التقرير قدامهم. على اساس كده ان هو يعني ايه? يمنعه التزوير. طبعا القصة دي وحسن ما قولنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. قصة لا هي عقلنية ولا قبل التنفيذ بصراحة. يعني ما فيش استشاري هيفضل بقى مستني ومعادل لجنة ويجي لحد عندك البيت عشان لجنة تعاين عشان كزا. ولو افترض انه عمل كده هيحمل التكاليف دي عليك. لان هو يعني كده كده هيزود المصروفات اللي هو بياخدها مقابل للتقرير. لان انت كده بتحمله لوت كبير جدا عليه. فيعني الكلام ده مش عقلاني ومش منطقي. ده غير يعني ايه اللي هيحصل مسلا لو اللجنة جات والاستشاري مجاش. ما كانش متاح بقى في لأي ظرف من الظروف. فطبعا ده الكلام ده مش عقلاني تماما وزي ما قلنا قبل كده ومش قبل التنفيذ. لكن لو كنت اسألت في المحليات لحد يومين فاتوا كان ده الرد الرسمي اللي عندهم. يعني احنا الاستشاري هيروح يعين بنفسه او هيعتبر التقرير بنفسه قدام اللجنة الفنية. وطبعا زي ما قلنا الكلام ده مش منطقي نهاية. طيب. ده كان القصة من اصلها يعني لحد ده ما انتهت القصة انتهت بي. طبعا نهاية القصة كلها وانتهى الجدل الدايل ده كله بصدور قرار رئيس الوزرة بتاريخ تلاتة وعشرين اربعة. طبعا ما ظهر لنا يوم ستة وعشرين لانا ما بسجل في الفيديو انما التاريخ اللي صدر به بتاريخ تلاتة وعشرين اربعة. باضافة مادة سبع مكرر باعتماد تقرير السلمة الانشائية للمكاتب الاستشارية ومهندسين الاستشاريين من نقابة المهندسين طبقا للقواعي تحددها النقابة. هي بقى نهاية الجدل بقى ونهاية القصة ونهاية الفيلم اللي كان حاصل فترة اللي فاتت والخناء ما بين المحليات والحكومة وما بين النقابة بالنحية التانية انتهت بان طبعا لان حتى طريقة الاعتماد دي مخالفة للقانون لازم احنا كما مندسين او بتعامل مع المقابة اي حاجة بنعملها بنعتمدها بالنقابة يعني ده حتى مخالف للقوانين كلها. طبعا انا مش في صف النقابة انا هوضح ليه انا يعني مهتم من النقابة تعتمد في الكلمتين اللي في الاخر اللي بعد الجزء اللي جاي ده يعني هوضح فيهم ليه انا مهتم باعتماد النقابة. اه فطبعا زي ما قلنا انتهت القصة وده شكل القرار يعني ده صورة القرار رئيس مجلس الوزراء اللي هو نزل بتاريخ زي ما قلنا قوة على الورق تلاتة وعشرين اربعة انا ما ظهر لنا احنا يوم ستة وعشرين اربعة بيه بيحدد فيه ان خلاص القصة انتهت واعتماد التقرير هيعتمد من النقابة وفقد للوضع الجديد اللي عشان غالبين النقابة مع تخفيف بعض الرسوم اللي حصلت في النقابة مش كلها. طيب عايزين بقى يعني ناشي يعني القطة ايه والتقرير خلاص القصة انتهت هيعتمد من نقابة المهندسيين ما عادش فيه كلام اللي هو قبل كده اللي مش عقلاني ده او ان هو يبقى من المهندس بس او المكتب بس على وطوب طيب تعالي ده لديش بقى في كلمتين مهمين جدا اتمنى الناس كلها تسمعهم لان يعني الكلام ده مهم جدا ده يعني مش عايزين حد يضحك عليك اولا اعتماد النقابة ده مهم ليك قبل ما يكون يعني انا عايف انه فيه فلوس وفيه مبلغ زيادة والنزل على منه وكل حاجة بس اعتماد النقابة ده ضمان لعدم التزوير يعني انا انا لو انا معايا خطب كده وقلت لك انا ده انا مهندس استشاري اي خطب ما هعمل انا روح ما عمله في العتب بل عمله في اي حتة واختم زي ما انا عايز وحلالك تقدم الورق على ان هو خطب مهندس استشاري او مكتب استشاري وطبعا ما فيش اكتر من السمسرة والناس اللي شغالها في الحوارات دي وقصة التزوير هتبقى يعني يعني فهو ما تتخيل حاليا تيجي تقدم في الورق في المسلا في اللجنة يجي وراجعوا البيانات بتاع الاستشاري ده ولا القصة دي كلها يطلع الاستشاري ده اصلا مضروب ولا هو استشاري ولا هو نيلة وبالتالي انت تبقى اتورط دفعت فلوس وقبل مش قليل وكمان في الاخر عندك مشاكل مع الحكومة ان انت مزور ختم وان انت كمان لسه هترجع تصلح تاني حتى لو هم يعني عدوا قصة التزوير هيرجعوا بعد كده لتاني ان انت تدفع تاني للنقابة يعني قصة طبعا مش منطقية ان الختم بس كده انا انا اعمل ختم اقول انا مهندس استشاري اعمل ختم اقول انا مكتب استشاري ايه الدليل فالحاجة الوهيدة اللي بتأكد الكلام ده بتأكد المعلومة هي ختم نقابة المهندسين فهو ضمان ليك اي نعم هو فيه فلوس زيادة بس هو ضمان ليك يعني يعني ضمان ان انت الحاجة بتاعتك مزبوطة محدش هيتحك عليك محدش يعمل مشاكل ودي وجهة نظرة الشخصية يعني يعني مع احترامي انا اعرف الناس ممكن تعرضني في القصة دي انما دي وجهة نظرة الشخصية انا يعني ضمان ليك وضمان لحقك قبل ما يكون اي حاجة آآ فدي رأيي في القصة كلها يعني طيب انا حايزن برضا اقول حاجة تانية قيمة رسوم النقابة عشان محدش يتحك عليك للأسف يعني في ناس بتشوه الصورة شوية سواء مهندسين او مكاتب هندسية بتشتغل وبتاخد قولك ايه والله الملف كله على بعضه مش عارف هاخد منك مسلا يعني اي رقم خمساشر الف جنيه مسلا واعمل لك الملف بالكامل وبرسوم النقابة وكل حال ممكن يكون هو دفع رسوم النقابة مسلا الف ونص المبدأ بتاعك وهو بيقول لك ده انت عارف رسوم النقابة كام تبا تستطر المبلغ يعني ده ده الوحدة بخمس تلاف جنيه ده مش عارف ايه لا امامين بتسيبش حد يتحك عليك رسوم النقابة دي بتتدفع باصلات والاصلات دي بيديها للناس اللي دفعت يعني بتبقى واضحة وصريحة ومحددة بالقرش كمان وواخد بها اصالات سواء رسوم الدمغات او رسوم الاعتماد اللوح كل حاجة بتاخد بها اصالات فانت بمفهول ان المكتب او المهندس يديك الاصالات دي يعني انا دفعت المبنى بتاعت كنقابة انا بطلعها بره بره رسوم بره حساباتي يعني انا احنا مسلا انا مش بتكلم انا بنيجي نشتغل انا بقولي لعمل كده والله سعر المكتب بتاعي بالنسبة لطبعا انا حسب كل حاجة والمساحة والرسومات والشغل بتاعنا سعر الشغل بتاعنا كمكتب هندسي في الحسابات الرسومات المعمرية والحسابات والنوتة والرسمات الانشاءية والكلام ده كله زائد التقليل السلامة من الاستشاري بياخد كزا المبلغ كله على بعضه كزا. طيب رسوم النقابة انا بقدر هاله بقوله حسب مساحة بتاعتك وقصة دي كلها وانت طبع محافظة ايه في الرسوم بتاعتك هتبقى بالمبلغ الفلاني. تحت العجز والزيادة طبعا يعني رنج تأديري كده يعني تحت العجز والزيادة. وبدي له اقصال بقوله دي بره اللي انا باخده يعني بره المكتب بياخده او الاستشاري بياخده دي رقم محدد اوه هيجي لك بقصال. سواء دفعت الف جنيه فانت عارف اللي ادي اصال بالف جنيه. دفعت الفين دفعت تلاتة ايا كان الرقم كام. فالقصة بتبقى يعني ايه ما تخليش حد يضحك عليك في دي. لازم تطلب من يعني المكتب او المهندس النقابي حتى اللي بعمل لك الشغل من الشرط مكتب. ان هو يكون واضح معك في الجزئية دي. انت دفعت اقديه للنقابة. فين الرسوم ان انا دفعتها? وطلع حسابك انت وحساب الاستشاري كتقرير والكلام ده من رسوم النقابة. ما ينفعش ان اكسب منها. ما ينفعش ان انا اقول للعميل بتاعي. يعني ده وجهة نظري يعني. ما ينفعش اقول للعميل بتاعي. او انا دافع خمس تلاف للمبنى بتاعك. وانا دافع الف ونص مسلا ولا الفين او اكتر وقال انا بيتكلم بشكل عام يعني. يعني ما ينفعش ان انا اكسب من الحتة دي. ما بقولش ما تكسبش من مجهودك. وطبعا الناس لازم بتعذرني في كده. ده شغلنا. طبيعي ان احنا مجهودنا ده ده شغلنا. فبنكسب من وراي. يعني ده دخلنا الاساسي. فطبيعي ان انا بحدد المقابل بتاع الشغل بتاعي. زائد مقابل الاستشاري بياخده مني. ولا انا برتب معاه وبشتغل معاه. آآ طبيعي ان هم بياخدوا مبلغ معين. واحنا بداخد مبلغ معين على حسب الحالة والمبنى والكلام ده. كل واحد فينا بيقدر شغلو بيقدر تعبو على حسب ما يقول لا يبزلو. ده حقك. وحق يحقق اي مهندس. انا مصدرش في الحق ده. انما ما ينفعش اكسب من ناحية ايه? ان انا اقولك انا دفعت الف وانا دفع مسلا تلتمية. اي يعني جانعة الارقام يعني. فدي بصراحة انا يعني لازم انت كعميل حتى لو بيقولك انا بص دفعلك في الملف بتاعك كزا. اقول ورين الايصالات. ما بتزعلش حد. يعني انت بتقول دفعي رسوم نقابة آآ سي خمس تلاف جنيه. لما عليش وريني رسوم النقابة دي قدي. ايه لصلاة بتاعيتها كام? وطلع لي حسابك انت وحساب الاستشاري وبرق قصة. فده وجهة نظر الشخصية عشان برضو تاخدوا بالكم القصة دي. لان الاسب في ناس بتستغل القصة دي ودي حاجة مش تمام يعني. طيب. ايه الحاجة التانية يعني في ناس بتقولك انا مش هقدم للتصالح. اه نصيحة يعني شخصية. يعني ان القصة دي انا مش هقدم انا القضية هقطفها غرامة. انا معرفش ايه. لا انا انصح الناس كلها ان اتقدم التصالح. مش عشان انا مكتب. يعني بقولكش اعمل عندي اعمل عندي اي حد. بس لازم تقدم لان الوضع الحالي او الكلام اللي بتقال من الحكومة ان هيبقى فيه اجراءات مشددة جدا للناس اللي مقدمتش. بيتكلموا عن قطع المرافق. بيتكلموا عن حجز. بيتكلموا عن المصادرة بحكم قضائي. لان اديك فرصة واتنين انك تتصالح. وهراك مش عايز تتصالح مش عايز تقدم. اديك قانون بيقول لك غلطاتك كلها هنشلهلك وهنديك ترخيص بيها وهنقننهالك وهنصلح لكل مشاكلك. وانت متربس دماغك لا انا مش هتصالح. طب ما هو ساعتها انت هيتخز اجراءات شديدة والكلام عن اجراءات شديدة جدا. وطبعا اللي بيبني دلوقتي ما انصحوش بيتك شايفين الازالات والكلام ده يعني يعني اللي مش واخد الكلام جدا انت شايفين دلوقتي الحكومة عملة تهد وعملة تعمل كل مباني مخالفة في التوقيت الحالي. فانت عندك فرصة اللي بيبني دلوقتي ما يعرفش يتصالح زيك. يعني اللي بيبني دلوقتي بيتطرب المبنى فوق دماغه. فاللي عنده فرصة يتصالح يبقى ويضيعها. ساعتها والحكومة تيجي تعمل له مشاكل بعد كده. يبقى ضيع الفرصة من يده. فيعني دي موجهة نظر شخصية قد اكون مخطئ. بس دي وجهة نظري ان الناس اللي مقدمتش للتصالح اتمنى انها في فترة الجاية تفكر في الموضوع كويس وتلحق تقدم عشان ما يباشي حدو حاجة عندك. اي نعم هتدفع مبلغ شوية هتدفع فلوس شوية كل حاجة. بس معلش يعني ما انت اريد اصلا عندك مخالفة. اريد بني بدون ترخيص يعني ما دفعتش فلوس. اريد مسلا اه يعني سعر المخالفة مهما كانت سعر الرسوم لا تقارن بسعر المده نفسه بتاع المباني. في مقابل ما بقاش عليك اواضي ما بقاش عليك احكام ما بقاش عليك مشاكل المبنى بتاعك لقدر الله. يبقى انت ارتحت من كل القصة دي. فا يعني دي وجهة نظر شخصية برضو. ودي يعني نصيحة انا شايف ان انا يعني ايه امانة ان الامانة ان انا نصحها للناس. اه في النهاية يعني لا يزعر في رسوم النقابة بالتفصيل حاليا الفيديو اللي فات. وانا هنزله لكم اللي بعنوان رسوم نقابة المهندسين. وانا هنزله في التعليقات في التوصيف بتاع الفيديو. اللينك بتاعه. وفي كل تفاصيل بتاعت حساب الرسوم بالتفصيل. عشان زي اولا ما حدش يضحك عليك. تبع عارف بتحسب ازاي. عارف بتدفع ازاي. عارف في النهاية انت هتدفع كام او مؤدر لنفسك تقريبا. وفي نفس الوقت تطلب الاصالات من المهندس او الشغال معاك. اللي هو بيعمل لك الشغل. واتمنى ان انا اكون يعني في التوكو بالكلمتين دول. يعني انا شفت ان هما كلمتين مهمين. اعتقد يعني للامانة ان انا محتاج اقولهم للناس. وفي النهاية زي ما قلنا لحضراتكم في الاول. العنوان بتاعنا شارع المحطة الرئيسي في الجيزة. اه صفحة الفيسبوك بتاعتنا اتصالوا في مخالفات البناء. اه شرطة مكتب الجيزة الهندسية البناء. اه الصور اللي قدام حضراتكم دي صور لبعض دقائية سلاما ان شاء الله استخرجناها في فترة اللي فاتت من نقابة المهندسين. معتمدا من نقابة المهندسين. اه طبعا مهندسين المكتب. مهندس اسلام عبدالنبي. مهندس احمد عبداللطيف. مهندس يوسف محمد. دي ارقام التواصل بتاعتنا. سواء واتس او تليفون. وطبعا على الصفحة نتمنى تشرفونا. ونسعدنا رد عليه استفسارات لحضراتكم. وطبعا احنا كمكتب بنقوم بكل الاجراءات المطلوبة للتصارح. اه باسعار مناسبة ان شاء الله للجميع. اتمنى ان تكون تغاصلوا معنا. وان شاء الله انتظروا كل جديد يعني على الصفحة بتاعتنا وعلى قناة اليوتيوب. اه اي جديد خاص بقانون التصالح. ان شاء الله يعني زي ما عودناكم هتلاقونا اول باول متابعينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.